السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية اشكر الجميع القوامين على المبادرة الجميلة وجميع الحضور وان شاء الله تبقى محاضرة او مجموعة من المحاضرات اللي تخلي الواحد يعرف ايه المسار اللي ممكن يهتم بيه يعني احنا فعلا كنا مفتقدين عن الموضوع دوت وتعبنا كتير على محد يقولنا ايه العلوم او ايه الحاجة المفروض ده هنركز عليها طيب هبتدى ان شاء الله احنا ان شاء الله نعود في مهندسين من اجل مصر المستدامة ونتمنى تشاركوا معنا فيها ان شاء الله دي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية الفكرة كلها ايه فايدة الاستدامة فايدة الاستدامة كان سوكرات ماشي مع مهندس اسمه في بوس اللي هو باني ايريسيوم فبيقوله المباني تلات انواع المباني تلات انواع في انواع مباني صامتة وفي مباني متكلمة وفي مباني يعني مبدعة في مباني صامتة مش هنتكلم عنها لانها مباني مريضة وبتسبب الامراض اللي موجود فيها يعني تخيل ان المبنى بسبب اخطاء هنتكلم عنها يبقى مجرد ان تتوقع في المبنى تبقى مريض فعلا وفي مباني متكلمة بتقولك ايه اللي بيحصل جواها هل هو مباني ساكني او مبنى في خدمات وفي مباني بتركس من العبقرية بتاعت المصمن بتاعها على سبيل المثال كان مؤنس حسن فاتحي واحد طلب منه ان هو يبني له زي استراحة في الارض وعنده بحطة ارض وبيروح يزورها مرة في السنة كده ويقعد يوم يوم يومين فقال له بني بيت بالاسلوب بتاعك فالراجل راح يوم واحد بس بعد ما تبنت عجبوا القعدة وعجبوا المبنى وعجبوا التصميم وعجبوا الافكار الموجودة في المكان تصميم موانس حسن فاتحي استاذنا كبير فقال بس خلاص بعت الولاد وقال لهم انا بش خارج من المكان بعتوا هتولي الحاجات بتاعتي انا قعد هنا ومن ساعة ما راح وكان في الناس انه يقعد يوم واحد سنة لحد ما مات فضل قعد في المكان دوت لانه فعلا المكان كان مبني بشكل قوي جدا المكان مش محتاجها جهزة تكييف يعني خلانا نفكر كده احنا مثلا في الباب بتاعنا حر والكلام ده منطبق على كل الدول العربية تقريبا مصر العراق القطر الامارات السعودية وبنصر ان احنا نعمل ابراج ابراج دي كلها واجهة ازاز ممكن تكون مناسبة نوعا ما للدول الاوروبية لكن بالنسبة لنا بتخلي الجو حر جدا فاضطر ان انت تتركب اجازة تكييف وتزاود درجة الحرارة وتعمل عدم راحة في المكان فكان المهندس حسن فاتح بيقول ان ربنا باش سامحني لو انا تسببت متعمدا في رفع درجة الحرارة 17 درجة مقوية لازم انا بصمم تركيز كله ان الانسان اللي هيبقى موجود في المكان يكون قاعد مستريح لان احنا بنقعد في المكان تقريبا انت بتقعد في بيت او في الشغل تقريبا بتقعد 20 ساعة مثلا تمام فلو المكان مصمم غلط لاي سبب الاسباب في مشكلة في التهوية في مشكلة في الحرارة في مشكلة في الانوارة ده يسبب امراض اعرف ناس كتيرة جدا بسبب مشكلة في تصميم المبنى مهندس معماري المشهور بس بسبب انه قاعد في مكان غير مهيئ لانه بشغل بني جاء له امراض كتيرة جدا في التنفس وامراض كذا وكذا وكذا فلازم سواء انت معماري او انشاي او ميكانيكا او كهرباء او اي ان كانت خصوصك يكون هدفك ان انا بصمم لانسان باش بصمم نفسي ودي غلط ناس كتيرة بتوع فيها عايز يعمل برج ايكوني عايز يعمل حاجة اسم تحط عليها وده اعترف بها معماريين مشهورين جدا موجود فرنسا واسبانيا لكن جهنا الشرك الاوسط لان فيه امكانية ان هو يصمم مباني ايكونية متعملتش قبل كده وشكلها غريب وعندنا استعداد ان احنا ندفع فلوس في حاجة زي كده انما هناك بيقول لك لا احنا ما ينفعش لبني مباني عالية مثلا جاء بقى اماكن اثريات تقريبا اوروبا كلها مفيهش من خمس موضن هم اللي فيهم برجين ثلاثة يعني مش مهتمين جدا فاكرة ان هم يبنوا حاجات عالية مهم بالنسبة لي ان هم يبنوا حاجة صديقة البيئة وان هي يكون حاجة مريحة للانسان انا في مرة مراد كنت شغال في شركة تخصصها موضوع الاستدامة شركة متخصصة في مجال الاستدامة لكن المكان اللي احنا نكون موجودين فيه العمارة اللي احنا نكون موجودين فيها كان شكلها جمل جدا وروعة واللي يعدي من بره يدعي للمعمار اللي صمم لكن كان فيها مشكلة خطيرة ان فيش شبابيك ازاز في المبنى كله وما فيش اي شبابيك ازاز فمعنى ان انا قعد في مكان مقفول مغلق 10 ساعة او 12 ساعة ده هيسبب الامراض ففي مهندسة جات معنا اقترحت اقتراح هو ده كان رسالة الماجستر بتاعتها قالت احنا اي رأيكم ان احنا نعمل نباتات اوجادة حلول بحيث انها تخفف الاثر السيء للتصميم السيء بحيث ان احنا يبقى فيه اكسوجين وفيه تجديد وطبعا اخترنا انواع معينة من النباتات فهيدي الفكرة ان احنا بنصمم لحاجة للانسان ليه عشان ربنا يرد علينا اي هدف لازم تربطه بربنا هتلاقي الهدف ده مش مزبوط لو معرفتش تربطه برضى ربنا يبقى كده ايه فيه مشكلة في الهدف بتاعك ولازم تراجع الهدف بتاعك طيب يبقى هيا فكرة الاسدامة ان انا بصمم بشكل كويس جدا حاجة مريحة الانسان هدف ان الانسان هو اللي يسكن فيها مش ان اصور جنبيها وان انا مهدرش الموارد يعني ممكن يكون الموارد محتاج موارد مثلا خمسين كيلو او خمسين تن مبنيش بستين او سبعين ستين او سبعين دول العشرة او العشين في المئة زياد دول ده مش حقي ده حقي لاجال القادمة فانا لازم ان انا مهدرهمش لازم ان انا استخدم التقنيات اللي تساعدني في ان انا مهدرش الموارد من ضمن التقنيات دي التكنولوجيا البيم تمام ده ده يعني التكنولوجيا حديثة يعتبر هي التطور كبير جدا في مجال الاصنوعة المؤولات يعني المجال مثلا للسيارات والعربيات خلال الخمسين سنة اللي فاته حصل طفرة رهيبة جدا انهارت تليفون كده من خمسين سنة تمام واشوفه دلوقتي هتكارن انا في مره ما اخد ابني ورايح متحف من المتاحف فبوري التليفون اللي كان عندنا في البيت من خمسين سنة احد يضحك مش مستدد تليفون في عقليته مش قادر يتخيل انه ده تليفون طبع هشيره ازاي في جيبي طبع همش بيه ازاي في سلك كان حاجه مصرر للسخرية لان فيه تطور كبير وكذلك السيارات والطيارات وكل حاجه بقى فيه تطورات الكاميرا مع هذا مجال الكون مفيش تطور غير هو البيم والبيم ده اللي فتح مجال اللي حاجة كثيرة جدا زي ما شوندس هدي كان بيقول اللي هو مجال زجاجة الصناعي مكانش هيدخل من غير ميكون فيه تكنولوجيا البيم سهل والفرشور الريالتي والجمانتد ريالتي الهاجات دي دخل كلها من خلال البيم فيه برضو التكنولوجيا من أدوات الدور اسمها اللين وهي ان انا بشوف فين الهدر في الوقت وفي الموارد وان انا ابدأ قلل الموارد دي يعني كان عند حتة لحمة كده وبشفية وبشيل العظمة وبشيل الشفت وبشيل البيهون بحيث انها تبقى حاجة كويسة بدل ما المبنى ممكن ياخد مني موارد كثيرة ووقت كثير اقدر قلل الوقت ده للنص والفلوس دي للنص بحيث ان انا مهدرش الموارد طيب ايه فكرة بقى ان احنا البيم يتعاني ازاي في موضوع الاستدامة الاستدامة كان فيه ادوات كثيرة موجودة اصلا لكن كان بياخد وجوه دي كبير جدا ان انا ابني موديل على برنامج متخصص في الزلال وبعد كده ابني نفس الموديل التاني اللي مبنى متخصص مثلا فيه النورة مبنى ثالث متخصص فيه السولور عندي خمسة برامج كل واحد فيهم بعمل حاجة فكنت باضطر ان اقعدي الشغل ولحصل اي تعديل مضطر الاف عالين كلهم وابدأ اعاد للواحد واحد فكان ده اهضار كبير جدا لموضوع الوقت تكنوليش تبين محالة الموضوع ده ازاي ان انا بيبعندي موديل واحد هو ده السورس اللي ممكن اخد منه الوحكاد اخد منه بلانات اخد منه سكاشن اخد منه كل اللي انا عايزه فبكل سهولة اقدر اعمل محاكاة بكل البرامج ديجت يعني مش لازم ان انا افضل شغال في البيم انا دهوقت عايز اعمل فيه اصبح دلوقتي البيلدينج سمارت ده يعني هيئة مهمتها انها تخلي كل البرامج تقدر تتبادل المعلومات مع بعض فانا لو عملت الموديل مرة واحدة اقدر ابعثه كل البرامج اللي احنا شغالين بها في موضوع الاستدامة زي عندنا مثلا كان فيه اكوتكتي كان فيه فازياري كان فيه ديزاين بيلدر ده برامج الكويسة يعني فيه برامج كتيرة جدا كلها اي برامج برامج الاستدامة بلا استثناء اصبحت بتقبل من برامج البيم وتقدر انها تتبادل المعلومات معاها فانا احنا بنعمل موديل وندخل المعلومات المزبوطة بحيس ان انا لما اعمل اناليسيز تبدأ تطلع ليه النتيجة اصبح شغل على البرامج بتاعت الاستدامة سهل جدا يعني تقدر طول ضغطة زر كان الاول بتبذل جهت كبير جدا في ان انت تستطيع تعمل موديل واوة من ضمن الحاجات مثلا ان مثلا لسه انا بعمل القتلة وكان زي ما بتاخد مني جهت كتير فكانت تقريبا بنعمل واحد او اثنين ونعمل عليهم التجارب فكانت تقريبا بياخد عشرة ايام تكون عملت واحد او اثنين او بالكتير او ثلاثة دلوقتي ممكن من خلال الزكاة الصناعية الكامنشواندس حديد بيكلم بشكل سهل جدا ما بتكتبشش اكواد وشفرات ولا حاجات دي كلها وتلاقي جالك مثلا خمسين نموذج ويبدأ يكررنك بينهم ويبدأ يقول لك كل واحدة فيهم هتكون افضل نوع من انواع الاسدامة ويديك اطراحات ان هو ده افضل تصميم ممكن من ضمن التصميمات كلها فاصبح الموضوع سهل جدا حاجة شبه السحر ان انا بقدر اعمل حاجة صديقة البيئة حاجة الانسان اللي هيدخل المبنى بعدية يدعي لي بدل ما يدعي عليها تخيل ان انت تدخل المبنى مكتوم مفيش هوا تدخل المبنى تستهلك الطاقة فيه كتير طول الوقت مفيش نارة طبيعية فعنك بتوجعك انما لما كنت حصل عليه تركيز بعد موضوع الكورونا ان احنا عدنا فترة طويلة في البيت فقالنا ان البيت غير مهيئ تماما للقاعدة هو كمعبول مصمم ان انا بيجي انام فيه كم ساعة دول انما ما كانش مصمم ان انا اعيش فيه ما كانش مصمم ان انا امارس حياتي فيها ان انا اضرعت فيها فكنا شفنا الموضوع ده فكان ليا محاضرة في المركز القوم البحث بالبناء عن تأثير الCOVID-19 على التصميم المعماري سواء للبيوت سواء للأحياء سواء للمدن اي حاجة كبيرة بتبدأ تأثر وتخلينا ان احنا نفكر ونعدي التفكير وان احنا نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله ونصمم حاجات مباني وشوارع ومدن تقلل انتقال الفيروسات فكل حاجة بتحصل بتأدي لتأثير يعني موضوع الاستدامة تم التركيز عليه بعد حرب تدوى السبعين لان لقوا ان فيه الطاقة ممكن تبقى غالية طب ايه البداية للطاقة طب ليه ما نستهلكش تشوف السيارات غير المسالكة للطاقة التصميم بتاع المباني في امريكيا اختلف بدأوا يدورها على حاجات ما تكونش بتستهلك كهاربا كتير طب ايه ده اذا فيه بمكن نحنا نستخدم طاقة شمسية وكذا فموضوع الاستدامة لازم كلنا عندنا مسئولية قدام ربنا ان احنا كل واحد في المجال بتاعه بيشوف اكتر حاجة ممكن نعملها بحيث انه هو يعمل تصميم مريح للإنسان اللي هيسكن فيه في المكان تمام؟ طيب انا ببع عندي الموديل بتدخل المعلومات مظبوطة لو انت دخلت المعلومات غلط هيجيلك الحاجات غلط يعني لو نبصم المكان المبنى بس انا بدخلت اللوكيشن لها في امريكا فكل الحاجات استعملت غلط دخلت الماتيريال لنوة ازاز بينما النوع مثلا اعمله خشب مثلا او اي ماتيريال فهو الموضوع كله ان انا بدخل داتا صح فهو يديني النتائج بتاعتي مظبوطة ومع الوقت هتلاقي ان انت عندك الداتا دي كلها جاهزة مش هتاخد منك وقت ده مثلا مثلا في برنامج الريفت لان انا عارفة هتكلم ورايا يعني اسات زيتنا من اوتا ديسك فقلنا نتكلم برضو عن موضوع اوتا ديسك هيا ليها شوية حاجات كواسة جدا يعني في برنامج الريفت نفسه في ان انا ممكن اعمل بس الماس ويعمل لي التحليل على الماس بما ستقوم بالمعنوات الموجودة على حجم الماس لو انا عندي تفاصيل بتاعة المبنى ممكن بنفسه ويعمل لي على العناصر بتاعة المبنى تقدر ان انت تدخل كل المعنوات بتاعة الغرف ويديك كل الانفورميشن الانيرجي اناليسس بتاعتها ده مثلا مثلا عملت المبنى بشكل ده تقدر اعمل إليه أناليسس طيب لو نعم فيه اوبنينج هنا طيب اعمل عنيه أناليسس اللي حاجات دي كلها كانت بتاخد مننا وقت كبير هنا انت ممكن تعمل واحد بس وتقول له ايه طب خد انت بقى زكاية صناعي غير بقى غير الارتفاع غير العرض غير الفتحات طب غير كذا هو بدأ يبدأ يشوف الايه الاحسن اللي هو يدينا احسن اداء يعني برضو بالنسبة للمودن فيه طبعة توديسك برضو فيه برنامج بيقسم المودن ويبدأ يشوف لو انا قسمت بديله بزكاية صناعي بعد الاقتراحات هو يديني الحاجات وقدر اعمل تحليل الزلال وتحليل الشمس كلها وفيه في الفقه ان المبنى مايبقاش اعلى مني وموجودة برضو مايبقاش فوقت معين بيرمزل اكتر من اللازم بحيث ان انا مايغطيش على الجار بتاعي فاصبح فيه حاجة كتيرة جدا فيه الانالسز انت عملت المودن بتاعك مرة واحدة لكن هتقدر ان انت تعمل تحليل فيزيكل وتحليل للسن والشادو واللنويز واللرياح وكل اللي انت عايزه من خلال انت عملت التصميم بتاعك بنيت المودل تقدر تدخله عليه حاجة يعني كان ليه صديق بيعمل تحليل موضوع الخاص بمسار الدخان لو حصل حريقة فهو كان بيقعد اسبوع على مايعمل المودل على البرنامج لانه البرنامج متخصص في الاناليسز باش متخصص في البلدنج فلما قال لي اعمل لي الجزء ده في الريفت مايخدش مني خمس دقيق مجرد انه عايز بس البازمت فكان موضوع بسيط قدته له وفرت عليه اسبوع ومجرد بس دخل المودل ده ستج راح تلعط له النتيجة في ثواني دي برامج كتير جدا الموضوع كله بسه كل البرامج الخاصة بالاناليسز تقدر تاخد من برامج البيم زي الريفت اركيكاد رينو و هكذا و تقدر تدخل معها لبرنامج الجرين بلدنج ستوديو والاي اي اس والاكويست والاوبن ستوديو و كل البرامج ديت موجود ان انت تقدر بلس اثناء تاخد من البيم و تشتغل عليها ده مثلا الريفت و زي ما بقولك مش لازم تعمل كل الشغل على البيم ممكن تاخد من البيم وتوضي في اي برامج تاني لكن برنامج الريفت بيديني امكاني ان انا اعمل انيرشي موديل و ان انا اقارم بين تصميمين و ان انا اعمل اشوف اللايتنج هل اللي نرى التبعية كافية ولا في اي ميكي ما بتخرجش نرى تبعية موضوع دراسة السولر التاقر الشمسية هتبقى مناسبة او لا ده اكتبوا بعض الفيديوهات مفيدة لفكرة الاسزام هوريكم مثال سريع كده هحاول اماشي الفيديو بحيث ما يخدش اكتر من ثلاثين ثانية ده مثلا برنامج الايكوتكت تمام بقينا ناخد الموديل من البيم ما هنعادش نرسل من اول خالص وهو اعمل لنا دراسة للشمس والزغال و تقريبا كل حاجة بس لازم تديله الانفورميشن بتاعتك مظبط برنامج الديزاين بلدر من البرامج القوية جدا بيعمل سيف دي و بيعمل سيمولياشن و بيعمل كولينج ديزاين و هيتينج ديزاين بياخد الموديل من البيم وبكتب بعض الدياتا وبعد كده هو يديني الديلايت فيعرف مثلا ان فيه انارة طبيعية بتدخل هنا او فيه اماكن فيه متصوى للاخش انارة طبيعية او ابدأ ادرس المكان بحيث ان انا هدفي ان الانسان تكون سعيد ويقدر يوعد في المكان دوت بدون اي امراض لان في امراض كثيرة جدا زي امراض المحاربين القدماء بيجي بسبب ان قاعد في المكان تصميمه سيئ برنامج الراينو جواه حاجة اسمها جراس هوبر جواه الجراس هوبر فيه ادنس كتيرة هي جاهزة مجارب بس بتديله المبنى يبدأ يعملك التحليل لكل الحياة اللي انت عايزها برامج انسايت طبعا اوتو ديسك من البرامج اللي سهلة جدا يعني تقريبا بتقوله بس خد المبنى هو يبدأ يعملك الاناليسيس ويبدأ يديك اكتراحات هنا مثلا بيقول لي السلاك هيبقى قد ايه للمتر المربع في السنة ويقول له مثلا لو انا عدلت في حاجة معينة مثلا عدلت في ماتيريا المعينة هيوفر معيها قد ايه مجرد ان انت تغير النوعات الماتيريا اللي ده هيفري معك كتير جدا ويديك الاكتراحات بحيث ان انت تتوفر في السلاك دي كده كانت نبزة سريعة على موضوع الاستدامة ودي مسؤولية اي واحد فينا اي ان كانت خصوصه لازم ان هو يخلي في دماغه هو بيصمم موضوع الاستدامة وموضوع ان هو ربنا يرضى علينا ان شاء الله وجزاكم الى كل خير ايكو 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 عشبانتوس عمر احنا معنا مثلا ممكن وقت السؤال يعني بدئتين لو حد عنده سؤال سريع ممكن يكتبوا غير كده طبعا هيتكلامي ثاني برضو هشرح في الاخر لو في مشاكل مع الرابط يعني بس ممكن نخش على الرابط ونكتب السؤال طبعا باش مانتوسمار برضو هيرد عليكم استنى كده ثلاثين ثانية لو محدش سأل ممكن نخش على المهدرة اللي بعدها ناشفان سومر ذكر كذا حاجة جال design builder الفكرات الاسدامة نفسها تغيم فيه سؤال من احمد اشرف يعني سؤال برضو عام شوية بس بقى عادة الشغل في مصر في مجال الاستدامة اه كتير جدا فيه مشاعرات كتيرة جدا بيتطلبوا فيها لازم يكون فيه lead او green او الهرم الاخضر lead فيه مشاعرات زي الفوتيم بيتطلب فيها موضوع الاستدامة فيه ناس كتيرة جدا متخصصة في موضوع الاستدامة يعني كفيك الشركات بدون ذكر يا سامي لازم تلاقي فهم مهندس متخصص فيه مجال الاستدامة ويتابع مع كل المهندسين في المشروع لانها دي الفكرة ان باش مسؤولية مهندس الاستدامة مسؤولية كل المهندسين التي تغير في المشروع انه يعمل مبنى يكون فيه استدامة يكون صادق البيئة لو فيه برضو لو عندك اي نصايح او موارد للتعليم والناس تحسن نفسها لان كان فيه سؤال من ايمان والله اي ابسط حاجة يعني هابع بعض الرابط البسيطة لكن ممكن واحد يبدأ بالموضوع ان هو يدرس الليد جي ايه مش بقول عشهادة بس ان هو يدرس الفكرة بتاعت الليد جي ايه ده هيكون كواس جدا من نسباله تمام شكرا جدا مش مهندس وطبعا بالنسبة للبقية الاسئلة شوية بزا كل مرة نكتبها في نفس الرابط كل محاضرة لها البوست بتاعها بحيث ان اهنا نجمع كل الان نجمع كل الان ترجمة نانسي قنقر